أقامت جمعية كاريتس الأردنية دورة تدريبية لمتطوعين في المملكة بالتعاون مع كاريتس النمسا وبمشاركة الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية الروم الكاثوليك الأردن من خلال مشروع المشاركة المسيحية في المجتمع حيث شاركت في الدورة المجموعات الكشفية التابعة للهيئة وشبيبة القديس جوارجوس أم السمق ويهدف البرنامج الذي تخصص بإدارة المشاريع الريادية إلى تفعيل وتنمية دور الشباب المسيحي في مجتمعه ووطنه وللخير العام اجتمل البرنامج على عقد خمسة لقاءات مع الجهة التدريبية وتسليم شهادات للمشاركين